هل ما حدث في حرد 2 وارتيان من مواجهات عسكرية عنيفة جدا بين المعارضة المسلحة والقوات النظامية مع الميليشيات التي تتبع لها جعل من مبادرة ديمستورا في مهب الريح وكيف يستقيم أن يوافق النظام على مبادرته بتجميد القتال بينما يطلق عملية دبيب النمل في ريفها الشمالي هل نسفت مجزرة حدث 2 ومبادرت ديمستورا ولماذا هناك رفض عارم من المعارضة المسلحة على الأرض من إسلاميين ومعتدلين ضدها هل بالفعل يأتي ذلك لكي يتفرغ النظام للجنوب السوري أم لا السئلة أطرحها على أستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي دراسات الحضارية والاستراتيجية وسينضم إلينا بعد قليل شارف شحادة من دمشق أستاذ زهير مرحبا بيك أهلا بك يا أخي في البداية تابعت التأكيد ما جرى في حرد 2 وما جرى في رتيان من مواجهات عسكرية كبيرة جدا لماذا لاحظنا سيد زهير أن هناك الإعلام عموما لم يهتم كثيرا بهذه المواجهة التي تعتبر من أعنف المواجهات منذ بدء الحراك المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعني أتوجه بالخطاب في هذه اللحظة إلى العقول والقلوب سواء على المستوى العالم أو على المستوى العربي والداخل السوري المجزرة التي جرت في حرد 2 أو في رتيان خلال الأيام الماضية لو أنها جرت من قبل هؤلاء الذين يقال أنهم المتطرفون وفيهم فعلا أقوام من المتطرفين كالذي جرى في ليبيا أو في غير ليبيا أو الذي زعم أنه جرى في ليبيا أو في غير ليبيا هل كان سيمر على الإعلام الدولي الحر المتقدم المتطور وعلى الإعلام العربي كما مرت جريمة قتل قرابة من 50 سوري وسورية بينهم أطفال ونساء في هاتين البلدتين أو القريتين في الريف الحلبي هل كان الضجيج الإعلامي من بانكيمون إلى الخارجية الأمريكية إلى الخارجية البريطانية إلى الفرنسي إلى الروسي سيمر عليه مثل هذا القتل لسوريين أبرياء بنفس الطريقة التي تدق لها طبول العالم أجمع عندما تقع جريمة ونحن نقول جريمة ونستنكرها بيد أخرى أو على مجموعة أخرى من الناس هذا الفارق الإعلامي يؤكد حقيقة واقعة أن المجتمع الدولي وكما قالها بانكيمون منذ يومين فقط الخميس الماضي في مجلس الأمن يدير ظهره للمشهد السوري يطلق يد بشار الأسد في عملية قتل السوريين وذبح السوريين يطلق يد الإيرانيين في عملية قتل السوريين وذبح السوريين أنا أستدرك على قولك أن النظام هو الذي تحرك في الشمال أو هو الذي تحرك في الجنوب المعركة في الشمال وفي الجنوب يعني في درعة وفي حلب لم تكن معركة بشار الأسد ولا عصابات بشار الأسد ولم يكن فيها من السوريين إلا العدد القليل كانت معركة سورية بيد الشعب السوري إيرانية بامتياز الذين خططوا للمعركة والذين نفذوا المعركة والذين خاضوا المعركة هم أتباع الولي الفقه في الجنوب كانوا إيرانيين وكانوا من حزب الله في الشمال كانوا إيرانيين وباكستانيين وأوزباكستانيين وأفغانستان ولبنانيين كلهم اشتركوا في معركة بوحدة لكن أيضا يقول لك سيد ذوهير هناك أيضا على الطرف المقابل هناك شسانيين وأفغانيين اسمح لي نعم 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 وإذا سمحت هذا سؤال مهم ويردده الكثيرون هؤلاء الذين أتحدث عنهم جاءوا كأفراد الذين أتحدث عنهم جاءوا كدول وكمنظمات إيران تدخل إلى سوريا كدولة الفرد الذي لا نريده الذي تحدث عنه الشيشاني أو البريطاني أو الأمريكي الذي يتحرخ خلصة ويتسلل لواذا ويأتي إلى الأرض السورية ونحن لا نريده يأتي كفرد يأتي كفرد وله قيادته التي يتبع إليها هؤلاء يأتون كأشخاص كجيوش منظمة كفرق منظمة يدخلون إلى الأرض السورية بتنظيم دولي وهم يتبعون قيادة مركزية ويتحركون تحت لافتة قيادة مركزية ويلقون غد طرف دولي يعني عندما تخترق ما يسميه بشار الأسد حتى الآن السيادة السورية مع الأسف يعني على هذا الكلام الذي أصبح معيبا أنه عندما يتحرك تخترق إيران السيادة السورية ويخترق حسن نصر الله ويقول للناس على رؤوس الأشهاد هيا بنا جميعا نذهب إلى سوريا لنقاتل في سوريا هذا الذي يحدث أخي الآن المعركة التي جرت في الجنوب في درعا في حوران لعلمك أكبر معركة عسكرية أكبر كثافة نار عسكرية حصلت في تاريخ الثورة السورية هي هذه المعركة حشد الإيرانيون والحرس الثوري هو الذي خطط للمعركة ثلاثمائة راجمة صواريخ وعشرات الدبابات لكي يحقق انتصار بإقامة إمارة إيرانية في جنوب سوريا تشارك الإمارة الإيرانية الموجودة في جنوب اللبنان في حماية إسرائيل وليس للمقاومة والممانعة نهزم في هذه المعركة سؤالي الآن هذا الانتصار الذي تحقق في الجنوب والذي تحقق في الشمال أين حظه من دراسات المحللين والدارسين والمعلقين السياسيين لو أن بشار الأسد تقدم بوصة واحدة على الأرض السورية لرأيت الإعلام بشار الأسد ينتصر الثورة تتأخر ليس أمامكم إلا الحل السياسي عليكم أن تستسلموا عليكم أن تقبلوا ديمستورا ولد ميتا ديمستورا الذي كان من سنتي على قضية ديمستورا سيد زهيل سمحت لي لكن نستعرض معا مشاهدين الكرام تسجيلا مسربا وهو خاص في الغضل العربي لأحد القادة الكريين في غرفة عمليات حلب التي تتبع للمعارضة السورية المسلحة وهو قائد ميداني نشاهده معا ديمستورا والأسد إلى مذابل التاريخ ونحن مكملين حربنا حربنا إن شاء الله مكمله فيه حتى أسقاط هذا النظام المجرم ونحن من عاهد أهلنا في الجنوب أنه ما نوقف الحرب في حلب بإذن الله تعالى نرى عاهد أهلنا في الجنوب درعا وحوران ما نوقف الحرب في حلب لأننا اليوم في حلب إذا وقفنا الحرب فريدنا نخسر الجنوب والجنوب هتقول أهلنا نحن ما مستعدين نخسر رجل من الجنوب من الأشراف الذي يخضون الآن الحرب ضد المرتزق الإيراني الفرس وإن شاء الله نحن معكم على العهد باقوم بإذن الله وتعالى ونحن الحمد لله رب العالمين مبارح اجتمعنا مجلس قاتل السورة في حلب وتم النقاش من أجل ما أحد يوقف الحرب معروش لنا أخوي وخطة ديمستورا لذلك بذابة للتاريخ وكل شيء ينفذ خطة ديمستورا يكون بواريدنا في صدوره إن شاء الله وتعالى طبعا هذا كلام لقائد ميداني في المعارضة السورية المسلحة في مدينة حلب هل تعتقد سيد زهير على قضية قبل أن نأتي على بعض من التفاصيل في ديمستورا أن من حر ديمستورا كما قال بعض معارضين السوريين يريد مثلا تجميل القتال في حلب لكي يتفرغ النظام وحلفائه لمعركة الجنوب ولماذا هذه نقطة ولماذا لا تتحرك كل جبهات المعارضة معا مثلا حلب الغوطة الشرقية الجنوب السوري الغوطة الشرقية الآن الجبهة فيها خافتة دعني أبدأ معك من ديمستورا أولا أنا أحب أن أشد على أيدي الثوار في الشمال الذين أعلنوا رفضهم لديمستورا وللقاء معه واعتبروه وسطا غير نزه وأخرجوه من تاريخ العملية السياسية لهذا عندما ذهب لأعينتا أنا أحب أن أذكر من هذه الشاشة أيضا بمقال كتبه في القاردن منذ يومين أحد مستشاري ديمستورا أو مساعدي تحت عنوان سيد التجميد تعرف منذ عشرة أيام تقريبا كان ديمستورا في دمشق كان يشرب القهوة مع بشار الأسد أكثر من ذلك والقصف على دومة والقتل في دومة وحرب الإبادة في دومة عندما كانت أسواق السوريين تتعالى أنقذوا دومة يقول الكاتب أن ديمستورا عندما كان في دمشق وكان بشار الأسد يقتل الناس حرب إبادة في دومة ذهب ديمستورا ليحضر حفل في السفارة الإيرانية أو في فندق أقامته السفارة الإيرانية احتفالا بالعيد الوطني الإيراني ديمستورا مشروعه من أول لحظة هو خطة مقدمة من المخابرات السورية تبناها ديمستورا ويحاول أن يفرضها على الشعب السوري من هنا نقول بأن شعب السوري وصلته الرسالة ورد الرسالة الآن على صاحبها ديمستورا ليس وسيطا وليس نزيها وليس محبولا عند أحدهم السوري هناك سؤال يسأل أنه احترنا معكم أننا من المعارضة السورية أو أنت كباحث يعني لكن أيضا قريب من المعارضة السورية أنه لا يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب تتحدثون عن الحل السياسي ولا ترحبون اللابدي من السورة ولا في غيره طيب شو الحل لديكم؟ يعني عفوا عندما نتحدث ويتحدث كل السوري عن حل سياسي نحن نريد حلا سياسيا بين أبناء المجتبع السوري وليس مع بشار الأسد وليس بالشراكة مع بشار الأسد وليس مع تصريح ديمستورا الذي قال في النمسا أن بشار الأسد هو جزء من الحل لكنه جزء من الحل ليس جزء من الحل حتى أستدرك لا بشار الأسد ولا منظومة العسكرية ولا منظومة الأمنية يمكن أن تكون جزء من الحل وإنما هناك مجتمع سوري مدني موحد نحن بكل أفراد وطوائف ومجميع ومكونات المجتمع السوري مستعدون أن نجلس على طاولة واحدة لوضع تصور للمستقبل السوري لكي تعود سوريا دولة واحدة موحدة دولة مدنية لجميع أبنائها لا نتصور أن يكون القاتل المجرم الذي قتل ودمر واغتصب لا نتصوره بأي حال من الأحوال لا بشخص بشار الأسد ولا بشخص أي تابع قاتل أو فاسد أو مغتصب لكن أنا كان لدي والله أشرك معي سيد شريف شحادة من دمشق لكن يبدو أن هناك خلال ما تمكننا من التواصل معه لكي نسمع أيضا وجهة نظره بكل أحوال لكن إن كان الحل بين السوريين لكن الآن السوريين هم غرباء في هذا الحل لا يجد حل السوريين وأنت تعلم هذا جيدا حتى بين أبناء المدينة الواحدة أنت تعلم أن 48 أسير تم أسرهم في حرد 2 وارتيان 40 واحد منهم حلبي سمح لي الآن دعني أعيد الآن نحن أمام هجمة دولية إقليمية لتفتيت المعارضة السورية أنت لحظت أنت الآن ذكرت الأسرة الذين بينهم حلبيون وبينهم باكستانيون وبينهم فلس أيضا لكن دعني أقول في مواجهة تقدم النظام أو تقدم عصبات الأسد وشركات التي حصلت في الشمال خلال ساعات أعلن الثوار النفير العام مجتمعوا كد واحدة نحن نحتاج على المستويين الثوري والعسكري وأنت أشارت أيضا إشارة إلى أنه لماذا لا يكون هناك تنسيق نحن نحتاج إلى القيادة المركزية الموحدة على المستوى التعبوي الاستراتيجي العسكري على الأرض التي تتحرك الشمال والجنوب والوسط في لحظة واحدة ونحن أيضا بحاجة إلى القيادة المركزية يعني منذ أيام لما انتخب السيد خالد خوجة رئيس للإتلاف وضع أنا لا أريد أن أمارس دعاية لأحد ولا ضد أحد وضع أصابعه على مكام خلل في مسيرة الإتلاف السابقة قال هو يريد أن يعيد الإتلاف إلى الشعب السوري ويريد أن يعيد الشعب السوري إلى الإتلاف أنا أقول هذا العنوان الذي طرحه عنوان مهم هل يستطيع أن ينجح أنا حتى الآن لم أحاول أن أتابع أخبار الإتلاف لأنني أشعر أن الإتلاف حتى الآن خارج الملعب هل يمكن أن يعود الإتلاف إلى الملعب وأن يمسك بأوراق المشروع السوري والقضية السورية من جديد هذا الذي ندعو إلى هنا نتمنى يعني هذا أمر ربما يقولون ضربوا من المستحيل لأن على الأرض أنت تعلم مثلا عندك ريف إدلب تصدر عليه النصرة والنصرة بيوجد نظر الإتلاف في جماعة متطرفة وأيضا غيرهم من الإسلاميين من الأحرار وغيرها ولا يعترفون بالإتلاف وحتى من الناس في الجبهة الشامية اللي سميت شامية من أجل أن لا تكون هناك حساسية بالإسلامية وكذا عند الغرب والداعمين لا يعترفون بذلك لذلك الأمر الاتلاف صار للسوريين قالوا أنه كائن مجم مريض أنا تحدثت عن قيادة مركزية على المستوى السياسي وعلى المستوى التعبوي هل يمكن للإتلاف على سياسي ممكن لكن التعبوي هل يمكن للإتلاف لا التعبوي أهم من السياسي التعبوي أمام هذا التحدي الإيراني هذا الغزو الإيراني الاحتلال الإيراني لسوريا الآن سوريا بلد محتل أمام هذا الوجود القيادة المركزية على المستوى التعبوي وضع استراتيجية حقيقية للحرب هذا أمر مهم جدا ولا أراه بعيدا أراه أقرب منه على المستوى السياسي الذي كنا نتحدث تتوقع أن يكون هناك معارك أكبر وأضخم للمعارضة المسلحة ولا لها ولا أن تكتفي فقط بمثلا تقدم للنظام ولمن القوات النظامية ومن ثم هي التي أنا أتصور أن المعارضة تلقت درسا مهما في الشمال وفي الجنوب نعم وهذه الضربة أو الصدمة التي تسبب الصحوة يعرفون أنهم مهما وادعوا هذه العصابات لن توادعهم وبالتالي هم الآن بصدد وضع خطط هجومية للتقدم التحرك الجديد الذي حصل على مستوى الساحل واللاذقية وأنا لا أستطيع أتبنى ما حصل في القرداحة لا أعرف من الذي كان خلفه ولكن ما جرى في اللاذقية هذا الذي يؤكد بأن هناك محاولة للتقدم على محاولة الجديدة يعني أنا لا أستطيع أن أتبنى أشياء ليس عندي فيها لكن نقل المعركة للقرداحة أو كذا هذا مؤشر مهم يعني هو أن يكون هناك معركة توجنب المدنيين ويجب أن أقول ونقول جميعا القرداحة مدينة سورية أبناؤها مواطنون سوريون عندما نتحدث عن مكونات مجتمعية نتحدث عن الخلوة لا نريد أي تمييز طائفي لكن في نفس الوقت مقرات النظام ومراكز السيطرة والقرار في بنية هذا النظام هي أهداف عسكرية يجب أن يتم تناولها بدون أي تردد شكرا تزيلا لكم سيد زهير سالم مدير مركز العربي الدراسات الحضارية والاستراتيجية وكنت أتمنى أن نشارك شريف شحادا معنا لكن الله غالب ما مش الحال نذهب لفاصل قصير مشاهديك كرام ثم نكمل من برسوريا فابقوا معنا